موسيقى هذا ويعقد مجلس الابن الدولي هم الاثنين المقبل جلسة مشاورات مغلقة يبحث خلالها الاوضاع في مضايا والفوعة وكفرية تلك البلدات السورية المحاصرة التي تحاول منظمات اغاثية ادخال مساعدات انسانية اليها بعد اعلان اللجنة الدولية لصليب الاحمر ان ادخال المساعدات الانسانية الى البلدات المحاصرة لن يبدأ قبل يوم بعد غد تفاصيل الاوضاع الانسانية في مضايا المحاصرة في تقرير احمد العيمي شو اسمك يا عمو حمد عيس يا عمو اديش صلك ولا اكل مشاهد صادمة طفولة تنتمي لعصور الجوع والفاقة ليس مرض سل ما اصاب هؤلاء الاطفال بل جوع بسبب حصار ضربه عناصر حزب الله على بلدة مضايا واهلها والنازحين اليها من ارياف دمشق المجاورة وبالرغم من ان القانون الدولي يحضر استخدام المدنيين في الحروب او استخدام التجويع كورقة ضغط على الطرف الاخر الا ان مضايا والتي يعيش فيها اكثر من اربعين الف مدني ترزح تحت حصار خانق منذ ستة اشهر على مسمع العالم ووصره دون ان يرف له جفن منظمة اطباء بلا حدود قالت ان 23 مريضا في المركز الصحي التابع لها ماتوا جراء الحصار منذ مطلع الشهر الماضي بينهم ستة اطفال وخمسة من كبار السني نشطاء من داخل مضايا ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية للتدخل الفوري لرفع الحصار عن بلدتهم لانقاذ الاهالي من كارثة مخيفة بسبب الحصار الذي ادى الى موت ومرض مئات الاشخاص المعارضة السورية حذرت بدورها من كارثة انسانية تهدد حياة المحاصرين مطالبة الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لانقاذ المدنيين وفك الحصار عنهم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية كان قد اعلن عن موافقة الحكومة السورية على ادخال المساعدات الانسانية الى مضايا والفوعة وكفرية وقالت الامم المتحدة ان قافلة المساعدات الغذائية جاهزة للانطلاق لكن ثم تحاجة لمزيد من التنسيق للتأكد من عدم استهدافها عند دخولها البلدة حيث تفيد تقارير اممية بان الناس فيها يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل اثناء محاولتهم مغادرتها ومضايا التي كانت مقصدا سياحيا ومصيفا للدمشقيين يهربون اليها من حرارة تقس دمشق قصدها اهل دمشق لكن هربا هذه المرة من براميل الموت التي تقذفها الطائرات على رؤوسهم وطلبا للنجاة من الموت فماتوا فيها جوعا فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار